مرحباً وأهلاً بكم إلى عدد جديد من فقرة قراءة في الصحف الألمانية بشراكة بين ميدي أن تيفي ومؤسسة دوتشفيل نبدأ بشبيغل أونلاين الذي تابع زيارة الرئيس التركي إلى روسيا وتحدث عن سيناريوهات صفقة محتملة بين أردوغان وبوتين حول سوريا وجاء في المقال لا تزال الاتفاقية المبرمة بين روسيا وتركيا حول إدلب سرية المفعول لكن في ضوء انتصارات جهاديين فإن التدخل الروسي صار أكثر احتمالاً ومن المرجح أن يبرم بوتين صفقة جديدة مع أردوغان بمنحه سيطارة أكبر على المناطق الكردية شمال سوريا في إطار عملية عسكرية محدودة في المقابل سيطلب بوتين من أردوغان سحب قوته من إدلب وبالتالي تمهيد الطريق لروسيا والنظام السوري للسيطرة على هذه المحافظة وإلى هندلس بلات التي تساءلت عن أسباب فشل الحكومتين الألمانية والفرنسية في ترجمة وعود الإصلاح على أرض الواقع وذلك بمناسبة توقيع ميركل وماكهوم معاهدة جديدة للصداقة بين البلدين وكتبت الصحيفة تقول ما يميز معاهدة الصداقة الأولى الموقع عام 1963 هي أنها لم تخدم المصالحة بين البلدين فحسب بل سعت لبناء مستقبل مشترك عبر برامج للتبادل الثقافي بين الشباب أو في مجال السياسة الأمنية ومن بين التفسيرات لفشل حكومتي البلدين في تحقيق نفس ما حقق قبل 65 سنة ضعف ماكرون بسبب احتجاجات أصحاب السترات الصفراء وتزايد أجواء عدم الثقة في ألمانيا حيال مسألة الاندماج داخل الاتحاد الأوروبي وإلى الزود دويتش وخلفيات تصعيد الحكومة الإيطالية اللهجة تجاه فرنسا وتحميلها مسؤولية الوضع في ليبيا وموجة الهجرة من إفريقيا وكتبت الصحيفة تقول يمكن اعتبار هذه المواجهة مقدمة للتنافس في الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في مايو القادم ففي حملته الآخرة اتهم نائب رئيس الوزراء الإيطالي دي مايو الفرنسيين بتحمل المسؤولية أمام موجة الهجرة الكبيرة من إفريقيا رغم أن هذا الجدل ليس جديدا إلا أنه يتناسب تماما مع توجهات دي مايو للتأثير على الجناح اليساري داخل حزبه الذي يتهمه بتبني مواقف تتسم بكراهية الأجانب في قضية الهجرة تصريحات دي مايو الأخيرة هي مراوغة ضد الفرنسيين لإلهاء اليساري في بلاده أما موقع دويتش فيلي فنشر مقالا حول تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا خلال العام المنصرم نقلا عن وزارة الداخلية الألمانية وجاء في المقال في ذروة أزمة اللاجئين كان العدد 890 ألف شخص لكن الاتلاف الحكومي وضع أمامه هدف الحد من سقف الهجرة إلى ما بين 180 و 220 ألف شخص في العام وفي ظل انخفاض عدد طالب اللجوء طالبت منظمة برو أزول المدافعة عن اللاجئين إلى استقبال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في عرض متوسط فرغم تراجع عدد اللاجئين بشكل كبير إلا أن برلين تواصل الضغط على الدول الحدودية الأوروبية لتسريع عملية الترحيل داخل أوروبا تضيف ذات المنظمة وأخيرا ميركشي ألغيميني وغياب أبرز قادة العالم عن فعاليات منتدى دافوس الاقتصاد لهذا العام لأسباب سياسية داخلية ونقرأ في المقال اضطر رئيس الأمريكي على سحب موافقته على الحضور بسبب النزاع الداخلي حول الميزانية كما أجبر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزامي على إلغاء مشاركتهما لأسباب سياسية داخلية كذلك ويتهم منتقد العولمة منتدى دافوس بأنه يفتقر إلى الشفافية وتتخذ فيه قرارات تؤثر على حياة الناس دون أن تكون له شرعية ديمقراطية انتهت الفقرة موعدنا يتجدد معكم الأسبوع القادم إلى اللقاء